السلام عليكم يارب تكونوا بخير في الفيديو النهاردة ان شاء الله هنعرض مع بعض واجبتين او وصفتين للغدا اقتصادية وكمان موفرة يعني بكمية بسيطة جدا من الفراخ تقدري تعملي بيها واجبة غدا وطعمها كمان حلوة قوي وتغيير وتجديد وكمان بكمية بسيطة من الاجنحة هتعملي برضو واجبة غدا تحفة جدا وكمان اقتصادية وموفرة هتوفر عليك كتير وطعمها بجد تحفة جربي الوصفات ان شاء الله هتعجبك مش هننسى كمان الحلو وهنعمل حلو وسهل وسريع وكمان طعمه تحفة جدا تابعي بقى الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبك وتستفدي منه وتغدي فكرة وتجربيها ان شاء الله معانا وصفتين للغدا جربي منهم ولو وصفة واحدة وقلي رأيك فيها الاتنين بجد تحفة والحلو كمان مفيش احلى من كده ما تنسيش بقى لايك للفيديو واشتركي كمان في القناة وفعل الجرس عشان يصلك اشعار باي فيديو جديد وفي البداية اول وصفة واول اكلة معانا النهاردة استخدمت فيها سدر فرخة زي ما شايفين كده طبعا الاول بنخسله كويس جدا انا بخسله بالملح واللمون ومعلقة كده من الدقيق بدعاكم كده كويس جدا مع الفراخ وبعدين بنخسلها كويس وبدأت اقطعه زي ما شفنا كده هبدأ بقى اضيفه في الكبة انا عايزة الفراخ دي تكون مفرومة وسدر الفرخة اللي انا استخدمته النهاردة وبعدين ببدأ اضيف له دول كده حوالي بطاطستين كبار سلقاهم وارساهم بالشكل ده او ممكن تستخدمي تلاتة لو حجمهم صغير بسلق البطاطس الاول بقشرها وبعدين بقشرها وبهرسها بالشكل ده وضفتها للفراخ ضفت عليها بيضة وهبدأ اضيف التوابل ضفت ملح فلفل اسود جنزابيل كوزبارا نشفا بهرات فراخ بصل بودر وتوم بودر ضفت كمان بابريكا بضيف كده معلقة صغيرة من كل حاجة والبهرات بقى هنا اللي بتحب تضيفيها او تزوديها زي ما تحبي هبدأ بقى افروموم كويس جدا كده في الكبه البطاطس مع الفراخ مع البهرات اللي احنا ضفناها لحد ما يتفرموا معانا ويبقى ناعم بالشكل ده ضفت كمان مع البهرات نص معلقة صغيرة من البكنج بودر ضرورية جدا عشان الخليط يطلع معاك هش ومش مكتوم وبعد كده باخد الخليط ده بحطه في كيس تلاجة الكيس ده دهانته شوية كده من الزيت من جوة وبدأت افتحه كده فتحة صغيرة وبنزل بخليط الفراخ زي ما شايفين كده على شكل كده الدونت وطبعا حجم الكفتة معانا اللي احنا بنعملها دي حسب بقى الفتحة اللي بتفتحيها لو فتحتيها كبيرة هتطلع معاك كبيرة لو صغرتيها طبعا بتكون معاكي صغيرة زي ما تحبي بقى تعمليها وببدأ اشكلها بالشكل ده بحطها كده على صنية بحط عليها كمان كيس تلاجة عشان ما تلزقش معانا ولو الشكل معاكي ما كانش متساوي تقدري كده تبلي ايدك بشوية تمية او زيت وتسويها بالشكل ده زي ما عمل وخلصت كل الكمية بنفس الطريقة وشلتها بقى في الفريزر لازم طبعا الخطوة دي مهمة جدا نكتشلها في الفريزر لحد ما تجمل وفي الوقت ده كنت بجهز المكارونة هعمل جنبها كده مكارونة بالسلسة سلقت الاول المكارونة وهبدأ اجهز السلسة ضفت كده شوية من الزيت ضفت عليهم طوم وبعدين نزلت بسلسة تماطم ضربها في الخلاط هنعمل النهارده المكارونة بالطوم بس ضفت عليها ملح وفلفل اسود بسيطة جدا السلسة دي بس تطلع معاكي توحفة جدا وخلاص بسيبها بقى لحد ما تتسبك وخلاص بنضيف عليها المكارونة وقت التقديم او وقت الاكل وهنا بقى كانت الفريخ جمدت معنا في الفريزر زي ما شايفين كده بنبدأ بقى نمسكها بكل سهولة لازم طبعا تجمد معاكي كويس جدا وهنبدأ بقى نعمل لها كفر كريسبي واستخدمت الكريسبي الكريسبي ده الاول بطحنه في المطحنة لحد ما يبقى ناعم معنا بالشكل ده لو حابة تستخدميه خشن زي ما تحبي الطباق التاني ده فيه دقيق بخففه بشوية مياه بطبله كمان بشوية صغارين من الملح والفلفل الاسود والخلطة دي بتبقى بديلة للبيت يعني بحط فيها الفراخ وبعدين بضيفها في الكريسبي بتبقى كويسة جدا وبديل طبعا اقتصادي عن البيت وبنحط طبعا الفراخ زي ما شايفين كده في الخلطة الدقيق دي وبعدين في الكريسبي ونغلفها كويس جدا ممكن طبعا بعد ما بنحط الفراخ في الكريسبي بنرجعها تاني في خليط المياه بالدقيق يعني تعمل لها كده كفر يكون سميك شوية زي ما تحبي ونبدأ بقى نحمرها في الزيت بنستنى عليها مش بنحركها خالص الا لما تاخد كده لون من تحت ونلاقيها كده بدأت تمسك نفسها نبدأ بقى نقلبها على الوش التاني ونكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة بنخرجها طبعا لما تاخد كده لون حلو بس طبعا النار بتكون الاول عالية بعدين بتخليها وسط او هادية عشان الفراخ تستوي معيك من جوة كويس جدا وخلصت الكمية طبعا الكمية دي مش كلها انا حمرت شوية وكمان شلت منها كمان في الفريزر الجد بترمي معيك كمية حلوة جدا زي ما شايفين كده الكمية دي اللي حمرتها بجد جميلة جدا وكمان كريسبي كده من برة وطرية كده من جوة وهنبدأ بقى نقدمها تقدري طبعا تعملي جنبها مكارونا زي ما عملت او رز مبهر او رز ابيض او كمان تعمليها في صندوق شات طحفة جدا قدمي كمان معيها كاتشاب ومايونيز هتعجبكم قوي تعجب كمان قوي كل الاطفال تغيير طبعا وتجديد الكمية دي وكمان شيلت منها في الفريزر عاملوا كمان منها كمية وشيلوها كده في اطباق في الفريزر هتطلعوها على طول وقت الاستخدام هتوفر عليكم قوي في الوقت وفي المجهود طحفة جدا ما شاء الله شايفين كده من جوة قد ايه هي جميلة جدا وكمان هشة عشان طبعا البكنج بودر ضروري جدا تحطيه بدي في كده نص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة حسب طبعا كمية الفراخ اللي عندك وندخل على تاني وصفة معينا النهاردة واستخدمت فيها كمية من اجنحة الفراخ الكمية دي بسيطة زي ما شايفين مش كتير انا دول بجمعهم كده من الفراخ بشيلهم كده في علبة في الفريزر ولما بجمع كمية بطلعها وباستخدمها بعمل بيها الوصفات بس الكمية معي النهاردة ما كانتش كتير قوي يعني دول كده حوالي اجنحة من 3 فراخات او 4 تقريبا كده بس بدأت اقطعهم كده لنصين زي ما شايفين بقسم كده الجناح على نصين بس بنصحكم بقى ان الوصفة دي كتاروا فيها الاجنحة وكتاروا كمان الكمية الوجبة دي لانها بجد هتعجبكم قوي لو حد كمان مش بيحب الاجنحة بالطريقة دي بجد مستحيل يقومها بجد طعمها حلوة قوي بعد كمان ما قطعتها غسلتها تاني كويس جدا وفي الاول برضو انا كنت شايلها في الفريزر نضيفة كنت غسلها باللمون والملح والدقيق وهنجيب بقى بولا وهنضيف فيها كوباية من الزبادي او علبة من الزبادي دفت عليها 3 معالق كبار من الكاتشاب ممكن تستبدليه بالسلصة لكن طبعا الكاتشاب هيديها طبعا ما احلى الكاتشاب ده انا كنت عاملاه في البيت استخدمت كده 3 معالق كبار وهضيفة توابل دفت ملح فلفل اسود توم بودر بصل بودر بهارات فراخ كسبرة نشفة زعتر وجنزبيل وكمان بابريكا معلقة صغيرة من كل حاجة وطبعا البهارات بقى اللي بتحبت دفيها في الوقت دد فيها وعصرت كمان لمونة كده كبيرة لو عندك كمان سياسوس وديبس رومون دفيهم هتدي برضو طعم حلو قوي قلبت بقى المكونات دي كويس جدا في الوقت ده بقى هتشمي كده ريحة جميلة جدا التدبيلة دي بجد خطيرة تقدريت استخدميها في حاجات كتير قوي تدبيلي برضو بيها الفراخ لو فراخة عندك كاملة أو دبابيس تستخدميها بجد طحفة وقلبتها كويس هبدأ بقى أضيف فيها الأجنحة بس الأول كده بياخد شوية بضفهم في طبق حوالي كده معلقتين أو تلاتة وشلتهم كده في طبق على جم هبدأ بقى أضيف الأجنحة في التدبيلة دي وعزم تقلبي كده الأجنحة في التدبيلة كويس جدا عشان تتغلف كويس كده من التدبيلة وتتبل كويس يفضل طبعا بقى لو تسبيها كده في التدبيلة ليلة كاملة أو يوم هتبقى طبعا طعمها أحلى بكتير أنا سبتها كده شوية بس أقل حاجة كده تسبيها ساعة أو ساعتين أنا عشان كده بدأت بيها في الأول عشان تشرب شوية كده من التدبيلة وجهست بطاطس استخدمت دول كده حوالي كيلو طبعا قشرتها وغسلتها وهبدأ أقطعها بالشكل ده تقدري طبعا تقطعيها حلقات أو بالشكل زي ما استخدمت كده السكينة دي تديها كده الشكل ده زي ما تحبي بس حاولي تخليها تكون رفيعة شوية عشان طبعا تستوي معنا لإن إحنا مش هنضيف أي سويل فيها فبنحاول كده نقطعها تكون طبقا رقيقة شوية هخلص بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة والكمية طبعا اللي تحبوها تستخدموها هبدأ بقى أضيفها كده في البولة وهضيف عليها شوية التدبيلة اللي إحنا شلناها كده في الأول زي ما قولنا نشيل كده معلقتين أو تلاتة كده من التدبيلة ونضيفها بقى على البطاطس ونقلبها كويس عشان تتشرب برضو وتتغلف كده من التدبيلة دي وهنبدأ نجيب صانية الصانية دي دهنها كده شوية بسيطة من الزيت وهبدأ بقى أرس فيها البطاطس حلقات البطاطس بالشكل ده هبقى ترسيها بالشكل ده أو تحطيها كده بطريقة عشوائية زي ما تحبي بس الشكل ده حلو جدا وكمان شكله يفتح النفس على تقديم برضو بيبقى شكله حلو طبعا التقديم بشكل حلو بتفرق برضو جدا حتى لو الحاجة كانت بسيطة بس تقديمها طبعا بيفرق جدا فيها بيخليها تبين كده حاجة فخمة رغم انها ممكن تكون بسيطة جدا وبمكونات بسيطة قوي ورسيت البطاطس بالشكل ده وهبدأ بقى أرس الأجنحة يعني صف كده من البطاطس وصف من الفراخ أو الأجنحة بالشكل ده هنكمل بنفس الطريقة نكمل رس كده بنفس الطريقة سهلة جدا ما أخدتش معنا وقت كمان الوصفة دي من الأكلات السريعة قوي اللي مش هتاخد معاك وقت خالص في تحضيرها يعني تابلنا المكونات وعلى طول بندخلها الفرن وبكده بتكوني حضرتي وصفة بجدة وحفة هتعجبكم قوي وشوية التدبيلة كمان اللي تبقوا معنا مش هنرميها هنضيفها كده على وش الصينية وفي الآخر كمان هنضيف شوية بسطة جدا من الزيت دي بقى لون حلو كده للصينية معنا هندخلها الفرن بس هغطيها كده بورق فويل أو لو عندك صينية كده تكون محكمة بتغطيها بيها كويس جدا عشان طبعا إحنا هنسويها بقى على البخور اللي هينزل طبعا منها لأن إحنا مضيفناش أي سويل فيها وبنسخن الفرن كويس جدا ونبدأ ندخل فيها الصينية بتاعتنا على رف أوسط على درجة حرارة بتكون وسط أو متين وطبعا الأجنحة مش بتاخد وقت في السواء بنتبعها طبعا ونشوفها لو استوت خلاص بنقفل عليها النار ونديها وش تحت الشوالة وحبين وبنخرجها بالشكل ده بتكون تحفة الأجنحة تشوت معنا وكمان البطاطس تشوت بقوا كده حاجة تحفة حاجة طعمها بجد خيال البطاطس طعمها جميل جدا والأجنحة كمان طعمها حل وقوي من التدبيلة اللي احنا عملناها قدمت معاها رز أبيض وتقدميها بالشكل ده تحفة جدا البطاطس مستوية والأجنحة كمان مستوية ودايبة والطعم حاجة كده من الآخر جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم قوي وكتروا بقى فيها زي ما قلتلكم كده لان بجد طعمها هيجبكم قوي ومش هتشبعوا منها خالص رغم ان ما سبتهاش بالتدبيلة كتير لكن برضو طعمها طلع تحفة ما شاء الله وشايفين البطاطس قد ايه أغدى كده طبقة كرسبي من بره طعمها حل وقوي كمان دايبة كده ومستوية من جوة والأجنحة كمان مستوية وطعمها حل وقوي اغدى كده كمان طبقة حلوة من بره طعمها حلو قوي ندخل بقى على الحلو معينا النهاردة جبت الخلاط ضفت فيه كباية من اللبن ضفت عليهم كباية من السكر هضيف عليهم كباية من الزيت ضفت كمان نص كباية من الكاكاو الخيم استخدموا كاكاو ناحل وعشان تبقى معينا الوصفة حلوة ده ربط المكونات كويس في الخلاط لحد ما تكون معينا صوص بالشكل ده هنبدأ ناخد منه كباية صوص ما شاء الله طحفة جدا اسهل صوص شوكولاتة تقدروا تعملوه بسيط جدا وسريع فنفس الخلاط هضيف اتنين بيضة وهضيف معلقة كبيرة من الخل بتبقى محسن حلو جدا ضفت كمان نقطتين من الفانيليا السيلة وهضرب كويس جدا الخليط وبعد ما تأكدت انه هو اختلط كويس هبدأ اضيف او اصب الخليط ده في بولة او طبق يكون معينا بالشكل ده هنبدأ بقى نضيف عليه الدقيق واستخدمت كباية من الدقيق يفضل طبعا انك تنخليها الاول هضيف عليه كيس من البيكنج بودر او معلقة كبيرة ضفت كمان رشة بسيطة من الخليط ده كويس جدا لحد ما يختلط مع بعض ومفيش اسهل من كده حلو تقدروا تحضروه في دقايق والنتيجة تطلع بجد تحفة ناجح جدا هنعمل مع بعض جاتوشته هنقدمه بطريقة حلوة جدا وبعد ما قلبت الخليط بيكون معينا بالشكل ده مش تقيل قوي ومش خفيف قوي صبيته في صنية وقالب والصنية دهناها بشوية من الزيت او السمنة بعمل خطوط كده بالسكينة عشان مبقاش فيه اي فراغات بدخلها الفرن الفرن بيكون سخنة على درجة حرارة 180 او وسط على رفوش بنفتح عليها خالص قبل نص ساعة لما نبدأ كده نشمرحت الكيك نبدأ بقى نفتح الفرن ونختبرها بقى نشيش تووك او سكينة لو لقناها نضيفة خلاص بتكون الكيكة معينا ستوت وبيكون ده شكلها طحفة جدا توطرية وخفيفة جدا بنبدأ بقى نضيف عليها الصوس اللي احنا شلناها في الاول اللي هي الكوبية وضفها بالشكل ده على الكيكة وبسويه كده بضهر المعلقة طبعا بيتفرد معينا بكل سهولة هبدأ بقى اضيف شوية من الفواكه وضفت فراولة وموز بقطعهم كده القطع وطبعا كمية الفواكه مش كتير يعني الفراولة دي كمية بسيطة جدا قطعتها كده القطع صغيرة عملت معي كمية كويسة جدا كمان الموز استخدمت حوالي موزية او اتنين بتقطعهم كده الحلقات وبترسيهم بالشكل ده بتدي شكل حلو جدا وكمان طعام حلو بسيط جدا بس فرق جدا في التقديم خلى شكلها حلو وكمان اديها برضو طعام حلو وكأنك عملتي تورتة بسيطة او جاتو بقى قل الامكانيات وبطريقة سهلة جدا بسيطة قوي وفي دقايق كده حضرناها مااخدتش معنا وقت خالص في تحضرها والنتيجة بجد بتطلع مبهرة الكيك شاتو من احلى الكيكات اللي ممكن تعملوها نتيجتها بتبقى حلوة جدا وطعمه بيبقى حلو قوي وهنقطع كتعة من جوة ونشوف قد ايه هي طرية وهشة جدا وبالدوب ونقدمها بالشكل ده شايفين كده الكيكة طرية جدا وهشة كل ما استخدمتم طبعا الكاكاو ونوع حلو كل ما هيطلع معاكو الكيكة طعمها حلو قوي وصوص كمان طعمه حلو جدا وقدمنا النهاردة وصفتين او جبتين للغداء اقتصادية وموفرة وطعمها كمان حلو قوي قدمنا كمان الحلو الجاتو شاتو دوكتوا على الفواكه بالشكل ده طحفة جدا جربوا الوصفات ان شاء الله هتعجبكم ما تنسوش بقى لايك للفيديو اشتركوا كمان في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوكم اشعار بأي فيديو جديد استنوني فيديوهات جديدة ان شاء الله ووصفات جديدة سهل وسريعة واسفكم في رعاية الله السلام عليكم